لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هياكم الله جميعا في ليلة أمس مع القرآن الكريم كنا ختمناها بسؤال تبدأ به أيضا مع أفوالنا فالفاشة كلا مع الشيخ رابح السؤال كان النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن ضمة القرن يا ربي دعا لكبهرنا جميعا روضا من غياض الجن ولا تجعلها حفرة من حفرة الإيران فاللهما ومن مات من أهلنا عرب العالمين فقال صلى الله عليه وسلم لو نجى منها أحد لنجى فلاذ سعد كم واحد بالأول العارف يرطع يدو سعد نوارس لا يرطع يدو مش يفعل لسانه كم واحد عارف واحد اتنين ثلاثة ثلاثة وكمانينة ثلاثة غضاعة سبعة ثلاثة حلوة مين سيدنا سعد الموارس يعني هو يكسب بالكلمة الأولى صح سيدنا سعد ابن معز هي ترجح كفي طالقه مثله مثله اقوال 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 من نعم سيدنا سعد ابن معز سيدنا سعد ابن معز يلا سيدنا سعد ابن معز ما فيش تن ها اللي كان رفعنا ها دي ها سيدنا سعد ابن معز سيدنا سيدنا سعد ابن معز ما فيش تولي سينا سيدنا وتقرصنا وسيد أبونا أسه مش سيد سيدنا ساعد ابن معز طيب أنا جملكم جوائز منين إن شاء الله يعني أنا جوائز نيكل دونين إن شاء الله بس أنا سأزيمكم حاجة أول واحد السيدنا هيأخذ أول جائزة ماشي؟ بس أخياره بق ماش هو يخطار يا الله أعمل حاجة هو يخطار إذا؟ لا هو كمان إليه يا الله يا سيدنا بس ما فيش رباء سواء سواء أنا مش عالب أعمل إيه بأخذ الألباء يعني كله عارف أنا ممكن ممكن لا أنا أحنا بقولت أسأل سؤال أخر مش أول إجابات نحط سؤال تاني يراكح الكف شوية كانوا اتنين اتنين ونحن بيكلم عن القرآن بيحموا خيمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزو من الغزوات فواقفين قدام خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فواحد فيهم وقف يقيم الليل والتاني نام وفي نبط شيطه يعني أول شيطه فهو يقيم الليل وبدأ مع صورة الكهف فجاء أحد الأعداء فرماه بسلاس أسهم فوقع في الزراعي حتى سار منه الدم فأيقض صاحبه لما رأى الدم لماذا لم توقضني من أول سهم؟ قال كنت أكرأ صورة الكهف أحببت أن لا أقطعها يعني دم يسين منه ويتحمل قال وَلَوْ لَا خَوْفِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا قَطَعْتُ قِرَاءَتَهَا مين هم اللي اثنين دون؟ سعد ابن معا شلتنا نمو مين الاثنين؟ لا بالله يجيب واحد منهم لا يجيب واحد منهم لا يجيب واحد منهم واحد من الاثنين احد الصحابة اعين ازهار الله يرضى عنا فلا صيبك لا تحب يا زياني فلا صيبك سيدنا عمار وسيدنا مين التاني بقى سيدنا مين؟ الله يرضى عنا بس انت موضت السعد بن معايا بسميني بقى السعد بن معايا خد يعمل خد يعمل سامحون الجماعة البعيين الليلة جاءت اتعرض لكم ان شاء الله الحمد بالله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آلي وصحبي ومن ولا ما تخافوش فيه سؤال جديد يعني إنما نكمل كده مع سبيل العقيلة احنا بنقلبها بس عشان الجماعة دي بيغيش ومش انتم مش انتم مصودين اللي هي الصفة الاولى من الصفات العاشرة القرآن الكريم لربنا عليها ويريدها مننا نسأل الله اللي يحققها فينا جميعا يا رب العالمين على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل عنا فاكلمنا عن الصفة الاولى ليا سلم العقيدة كتعريف وكمقييس كمقييس ذكرنا بالامس خمس مقييس مقييس يعني ايه؟ يعني ترمومتر نقيس بمنسوب الإيمان بيفرئ من إنسان لإنسان على حسب تنفيزه لهذه العلامات أو الترقيمات الخمسة بتاعت اليوم إن شاء الله رب العالمين سريعا من مقييس الإيمان السؤال الأول بيقول هل ترتب حياتك وأصدقائك وأولوياتك على أساس الإيمان؟ يعني تختار إصحابك تختار زوجتك تختار زوجك تختار علاقاتك ومعاملاتك هل الإيمان هو الضابط في كل ارتباطاتك وحياتك وعلى هذا الأساس بتعيش حياتك؟ ولما تحصل مفاضلة بين اتنين بين أيهم تفاضل؟ ولو اتنين يتقدمين يتجوزوا بنت أبوها بيختار مين أو هي بتختار مين؟ ولو أبو أمامه اتنين يريد أن يتزوق واحدة منهما بيفضل واحدة على التانية على أي أساس ويفضل مين يجلس معه معظم وقته ويضمن عنده سره ويضع عنده أماناته ويستأمنه على حاجاته ويفضل له بمشكلاته من؟ هل الإيمان هو مسير لي في هذه الحياة؟ في هذه الحالة؟ ذكرنا بالأمس آية في سورة البقرة التي تتكلم عن أعلى علاقة بين البشر وهي علاقة الزواج والقرآن ذكر أن الإيمان ضابط فيها حتى يؤمنوا حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أمد مؤمنة خير من مشركة هل الإيمان ضابط لهي في أمور حياتي كلها؟ بعض مع مين؟ أما تجاوزها أختار مين؟ أما من أدخل بيتي؟ في كل علاقاتي وحياتي دي ليس معناها أيضا قطيع مع الناس لا، إنما معناها مسألة الحب والاختيار والتفضيل عند التعارض بيكون على أي أساس؟ على أساس الاختيارات البشر؟ على أساس المال؟ والاختيارات الدنيوية؟ ولا قضية الإيمان؟ هي الترمومتر والميزان البيوزن؟ حياتنا واختياراتنا؟ دي السؤال السؤال الثاني هل تقيس إيمانك بمدى حبك للناس؟ هل بتعتبر رضا الله سبحانه وتعالى عليك بمدى حبك للناس؟ ولا بمدى أدائك فقط للصلوات؟ أدائك الصلوات فريض إنما ممكن يؤد الصلاة المؤمن والمنافق بل المنافق بيبني مساجد كمان بل المنافق بيسعد المناجر ويغطب في الناس بل المنافق تكلم باسم الدين ويبقى عالم كمان ما في المشكلة إنما إذن يميز قال القرآن في مميز المميزات وهي مدى حبك للناس الله عز وجل يقول مثل المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تواديهم وطرحهم وطعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضوهم تدعى له سير الجسد بالسير والحمة ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ويقول قرآن كريم والمؤمنون والمؤنات بعضهم أولياء بعض وتقول صورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة هل حبي فعلا للناس مقياس عندي من مقاييس الإيمان فهل أعتبر لما الناس تخصمني بأدعى معصية بيني وبين الله سبحانه وتعالى ولما الناس تقترب مني يبدأ علامة حب من ربنا سبحانه وتعالى لي وهل بتمنى الخير للناس فعلا هل من داخلي بدعي للناس إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الجميع ويهني الجميع ويسعد الجميع ويعطي للجميع ولما بدعي بدعي النفس فقط هذا مقياس من مقاييس الإيمان ماذا حبي للآخرين مقياس من مقاييس الإيمان اللي بيحب نفسه ددرجة واللي بيحب عيدته ددرجة واللي بيحب أرحامه ددرجة واللي بيحب بلده ددرجة واللي بيحب الناس جميعا ددرجة أعلى فعلى حسب الإيمان بتكون أنانيته أو حبه ليه الباقين هذا أيضا مقياس فعلى مدى حبك للخير للناس بيكون مدى التفاوت في الإيمان بين واحد وواحد هل تاخد بالأسباب أم تعتمد عليها أم تتركها أنت بتاخد بالأسباب وتبذلها وتترك النتائج على الله سبحانه وتعالى ولا بتاخد بالأسباب وإن لم تأتي النتائج تيأس وتحبط ولا تأخذ بالأسباب أصلاً تتركها ومنتظر النتيجة من عند ربنا بدون أي بزن يعني هل أنا نايم وقاعد ومنتظر الفرج والرزق والنصر من الله سبحانه وتعالى بدون ما أبذل أي شيء ولا أنا بتحرك فعلاً بس باعتمد على السبب اللي معايا وهو اللي هيجيب النتيجة وإن ما جدش أحبط وأيأس ولا أنا ببذلها الأسباب وأترك النتيجة إلى الله سبحانه وتعالى فسواء جاءت النتائج أو لم تأتي أنا لا أحبط لأني متأكد أن الله لا يخيب سعياً لأحد أنا مين في الثلاثة دول؟ نايم بالسبب؟ ولا باخد بالسبب واعتمد عليه؟ ولا باخد بالسبب واعتمد على الله سبحانه وتعالى؟ هذا مقياس يفاول بالناس بعضها وبعض وكثير جداً يربط القرآن الكريم بين الإيمان والعمل والسعن وموعود الأجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فلا يخاف ظلماً ولا هضماً فلا كفراناً لسعه أولئك كان سعيهم مشكورة كثيرة جداً في القرآن يربط بين الإيمان وبين الموعود على العمل بس في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أنه لن يكفر سعيه لن يخيب عمله وجهده سيكافئه إن لم يكن في الدنيا يكن في الآخرة ولكن لا يعتمد المؤمن على السبب وبالتالي لا يأس أبداً هذا مقياس ثالث هل تؤثر في الآخرين أم تتأثر بهم؟ المقياس الرابع هل أنا لما بعيش في بيئة من البيئات قاعد بلعاً في الله حولي ويا دنيا وها نضيع وعيالها يضيع وبيتها يضيع ومرادها يضيع ودينها يضيع وإمتى نفر وإمتى نطفش وإمتى وهكذا؟ ولا أنا أعمل بالمضاد وهو إن أنا أؤثر في هذه البيئة مهما كانت درجة فسدها هل أنا أعر عشان إسفنجة أشرب وأتأثر بالآخرين؟ ولا أنا عند مضاد ضحيوي وعندي رسالة فأؤثر أنا وأشعي بنوري على الآخرين مؤمن آل فرعون عاش في أفسد بيئة ذكرت في التاريخ وحافظ على إيمانه في أفسد بيئة لم تتكرر استبداد، فساد، عه، خمور عبودية لغير الله سبحانه وتعالى إصراف وتبزير كل ما شئ بإتقصر فرعون والفراعنة، ومع ذلك القرآن الكريم يصفه بالإيمان ويصفه بالرجولة وهو من آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون بل كان يمارس لسالته معهم بحكمة وتضرب حتى جهر بها في النهاية، هل أنا مؤثر ولا متأثر؟ هل أنا عمال أحط شماعة على البيئة اللي حوالي؟ أن تقصيري وضعفي هو بسبب الذنوب والمعاصم الموجودة في البيئة والرصب عمينة والبيئة 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 ولنا عند استعداد أن أغير في البيئة اللي حوالي وأؤثر أنا فيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة فاسدة كانت في مكة ولكن هو والصحابة الكرام كان عندهم حصانة إيمانية تمنعهم من أن يتأثروا بأخلاق البيئة بل هم أثروا وغيروا فيها هكذا درجة الإيمان كلما كان الإيمان قوي في نفس صاحبه كلما جعل منهم ضد حيوي يؤثر في الله حواليه ما هو الذي يتأثر بمن حواليه هل عندك استعداد أن تقول الحق ولو كان مراً المكاس الأخير المكاس الأخير من مكاس العشرة الإيمان يدفع بصاحبه هذا خاصة في وقت الأزمات والشدائد أن يقول الحق ويميز عالم من عالم وشيخ من شيخ وعابد من عابد وأستاذ من أستاذ ومجتمع من مجتمع ساعة الأزمات وساعة نصلة الحق وساعة ما يطلب لدفع الخير يميز الناس مثل هذه الأزمات فطرى صاحب الإيمان الحق في الأزمة يصود وينقق بالحق ولو كان مراً ولو كلفه الكثير ولو حتى روحه وصاحب الإيمان الهش أو الضعيف أو غير المؤمن أصلاً أو صاحب الشعرات والكلام في ساعة الأزمات يختفي ينزوي خطيب منابل أستاذ في الكلام إنما ساعة الأزمة ما تلاقيه أصلاً موجود في الأزمات لأنه ما عنده استعداد إنه يضحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى لنكم منكراً فليغيره بيدي فإن لم يستطع تبين فإن لم يستطع تبين قال وذلك أضعف الإيمان فالمؤمن دائماً مغير دائماً مُنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهدهم بيدي فهو مؤمن بلساني فهو مؤمن بقلبي فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردلي من إيمان يعني الذي ليس عنده إنكار للمنكر ما يكلمش عن الإيمان ما يكلمش عن العقيدة أصلاً العقيدة الباردة بتاعة الكتب عقيدة الصلوات والمساجر والتكييفات إنما ما عندوش استعداد إن يمطى بكلمة حق خوفاً من باطل أو ينزوي أو يؤيد باطل خوفاً على نفسه ما يكلمش عن الإيمان ولا العقاء ده يكتب كتب ويغطب ويغطب على المنابر ودول يفضحوا في الأزمات زي ما تشوفوا في نصر دلوقتي كتير كان عامله الليلة على المنابر وحولهم الآلاف من الشباب الآن لا نسمع لهم صوت ونسمع لشباب ربما لا يحصل على شهادة علمية أصلاً الآن صوته أمام السلطان الجائر أعلى من صوت الرعد والبرق هذا صاحب عقيدة والمرأة الأمية الفلاحة التي لا تقرأ ولا تكتب وتصدع الآن بكلمة الحق في وجه المجلم السيسي وتؤيد الحق كانت هي أفقه بكثير بقضية الإيمان والعقيدة من مستاذ جمعة ينافق الباطل لشوية دراهمات ولا منصب هيتوعد به ولا خوفاً على حياته هي أعلم بالعقيدة والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأقوى صلة بالله سبحانه وتعالى من واحد عمال يتكلم وساعة الأزمة ولا ساعة الاختبار والامتحان ينزو ويختفي دي خمس مقاييس تدام للمقاييس الخمسة بالأمس تبقى نموذك لتقييم القرآن الكريم لسليم العقيدة من هو سليم العقيدة هل هو اللي حفظ الأركان الستة اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا إنما الذي ينتج بعد هذه المعرفة بعد معرفة الأركان الستة نتائج زي النتائج العشرة بيحب الناس يؤثر في البيئة يقول الحق لو كان مرا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يرتب حياته وأولوياته على أساس الإيمان وهكذا الإيمان هو المحرك والضابط والوازن لكل حياته من حوله وليس أي مقاييس أخرى ولا علامات أخرى أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما اللهم أمين يا رب العالمين طيب سؤال الليلة أخيرا هو سيدنا فلان ابن فلان وضباه عنه وأربا كان يحب القرآن جدا ويحب كيام الليل وكان صوته جميل زي صوت سيدنا الشيخ هالي كده صوته جميل قوي يعني لدرجة إن كان يعني الأطفال والنساء يحب يوجو جنب جرار البيت ويسمعون القرآن فالموامة كريش الجمع يجب أن يمشي يأما ما عادش يقرأ القرآن فطور يتخرج ودخل مرة ثانية كان في عادة عند البيئة العربية اسمها الجوار دخل في جوار يعني في حماية محادي الشمزين فدخل في دوار جوار رجل اسمه ابن الدغنة دخل في جواره بشرط إنه ما يستعلن بقرآنه ما يعلن قرآنه فهو وافق على الشرط مبيان ودخل ولكن لم يستطع أن يكتم هذا المعنى في صدره فدخل وبعد قليل بنى مسجدا في فناء بيته وأخذ يقرأ القرآن فجعل النساء والأطفال والشباب يتقادفون على جدار البيت ليسمعوا صوت سيدنا فلان فجاء ابن الدغنة إليه قريش صاحب مرة تانية يلتزم بالشرط ومع ذلك يقرأ القرآن بصوت عالي أو ما يسمعنا القرآنه يا إما يخرج مني البلد فقال ابن الدغنة فقال له يا فلان ابن فلان يا إما تلتزم بالشرط يا إما ترد علي جواري قال أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله رضي الله عن فلان وأرضاه قوامين ليلة غير إن شاء الله رضي الله قوم بلى صراتكم أكبر